موضوع اختلاف الفصول وتأثيره على الحالة النفسية ده شعوزة ولا ده فعلا علم؟ لا هو فعلا اكتئاب الفصول أو الاكتئاب الموسيق أو منقول عليه الاضطراب العاطفي ده نوع من أنواع الاكتئاب النفس بيحصل فعلا وبيقابلنا ناس كتير عندهم سواء ناس كبار أو أطفال عندهم النوع ده من الاكتئاب بيجي لهم لما الفصول بتختلف وخصوصا في فصل الخريف أو فصل الشتاء لأن فصل الخريف أو فصل الشتاء بيبقى الشمس فيه مش موجودة زي فصل الصيف اختلال الفصول أصلا بتأثر على الساعة البيولوجية للجسم الاختلاف عموما اختلاف النوم أو اختلاف ساعات النوم أو اختلاف التغذية اختلاف الفصول ده بيأثر على الساعة البيولوجية للجسم فبيخلي الإنسان بتنامي مشاعر الاكتئاب عند الإنسان كمان اختلاف فصول السنة بتأثر على النواكل العصبية في الجسم من أهمها هرمون السريتونين اللي هو أصلا مسؤول عن السعادة فلما اختلاف وصول السنة يأثر على النقل العصب السيريوتنين وهو مسؤول عن السعادة فالموضوع ده بيقلل الهيرمون فبالتالي بيحصل الاكتئاب كمان بيأثر على الميليتونين اللي هو أصلا مسؤول عن تنظيم النوم واعتدال المزاج الإنسان فالإنسان لما ما ينامش بطريقة كويسة الهيرمون ده بيأثر على النوم لما ما بينامش بطريقة كويسة الإنسان بيبقى عصبي ومكتئب وما بيقدرش يشتغل بشكل كويس فده بيأثر عليه من ناحية تانية فبيزود الاكتئاب أي إنسان ما بينامش بشكل طبيعي ما بيقدرش يشتغل بشكل طبيعي فده بيحسسه بالحزن بيحسسه بالعصبية فطبيعي انه يكتئب ده بفيما يخص النوم هل ده بيفسر الناس اللي بتبقى أو كلنا بنتعرض للحاجات دي بصراحة فترات حياتنا ساعات كده بنحس ان احنا فجأة يوم نتقلب يعني عمالين نطبق بنصهر من الليل للصبح ما ان احنا في العادي متعودين نصح الصبح مثلا ونلاقي بعد كده اتعدلنا تاني في موعيد النوم هل ده تفسير للموضوع الحديدك بتقولي عليه اختلاف الفصول هو بيحصل من وقت للتاني يعني بغض النظر حد اخيني على الفصول لا في ناس تجي تقولك انا ما بيجيليش اكتئاب اللي في الوقت ده من السنة هي ما بتعرفش بيجي الاكتئاب في الوقت ده من السنة ليه لما بنعرفها ان فيه اضطراب عاطفي او الاضطراب الموسمي وان هو ده فعلا مش انت الوحدك اللي بيحصل لك ده وبيحصل لناس كتير فبتعرف او بتبتدي التعامل مع ده بشكل سليم وبتبتدي تعالج منه بتعرف ان ده فعلا مشكلة يا بتفتكر ان هي مثلا حالة شزة او هي بس اللي كده هو فعلا الموضوع ده موجود واعراضه بتبقى زي اعراض الاكتئاب العادي اللي يبقى احساس بالحزن وانطواء وعزلة طيب اعرف امتى يعني افصل او اعرف اميز ان هو ده اكتئاب تغيير الفصول وان هو مش حالة اكتئاب مزمنة عندي وانا ما كنتش دريانة بيها مثلا بحيث ان انا يبقى عندي المؤشر بتاعي الداخلي اللي يخليني بقى بتدي قرر اتوجه لدكتور ولا اتعامل مع نفسي ازاي بصي هو ما فيش حد اللي بيجيله اكتئاب موسيمي هو ما بيبقاش شكل ما بيبقاش انسان طبيعي بدرجة كلية لا هو برضو بيبقى مهيق للاكتئاب لاننا كلنا بنتعرض لتغيير الفصول فمش اي حد بيجيله اكتئاب ألا المهيق لده ففيه ناس بتبقى فعلا شخصيات اكتئابية او بتمر بازمات حياتية او ضغوط حياتية كتير فبيجيلها فزي ما يكونوا يعني جات يعني بتلكج جات على تغيير الفصول فجالها الاكتئاب ده وبتبقى اعراضهم شبهة للاعراض الاكتئاب العادي بس بتبقى اقل حدة النتيجة بقى اللي انا ما بخرجش ما باتحركش ما باستهلكش طاقة ما بتعرضش للشمس فكل ده بيأثر علي لما بنيجي نعالج الموضوع ده هو بيكون اقل حدة طبعا لو متعالجش الموضوع بيضى فاقر لما بنيجي نعالجه واحنا طبعا بنعالج سبب الاكتئاب يعني المريض اللي بيجي لنا للاكتئاب الموسمي ده هو مش بيبقى السبب الاساسي اختلال الفصول هو بيبقى فيه اسباب تانية كتير زي الضغوط الحياتية والازمات والحاجات اللي الانسان بيمر بي بس نقلة الفصول عملت هايلايت يعني بيانتها اكتر نقلة الفصول هي زي ما يكون القشة التي قسمت زور البعير هي دي الحاجة يعني ساعات الانسان يبقى ماشي كويس كده بيمر بازمات كتير تيجي حاجة بسيطة جدا توقعه يعني مش هي دي الحاجة اللي وقعته هي الترقومات هي اللي وقعته صحيح يعني نقدر نقول بردو عشان نكون بردو بنحمد ربينا على كل شي انه حتى اكتئاب الفصول او اكتئاب تغيير الفصول ده بيكون نعمة لانه بيشاور لك على حاجة كانت نفرك معندك بقى كل اللي فات احنا لما بنيجي نعالج علشان ده اكتئاب الفصول ولو سبب فاحنا اول حاجة بنقولها المريض انه يعرض نفسه للشمس لان الشمس هي اللي بتأثر على اختلال الهرمونات في الجسم